دشن محافظ حجة لوار روكنا عبدالكريم السنيني العمل بمحطة تحليل المياه وانشاء تأهيل أبار ارتوازية وشبكات امداد مياه وبدء العمل بالنظام الالكتروني لمشاريع مركز الجعد الصحي بمديرية ميدي ومركز طوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمديرية حيران ومنظومة العيادات المتنقلة بتمويل من مركز الملك سلماني لغاثة والعمال الإنسانية وخلال التدشين أشاد محافظ حجة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها والمشاريع الخدمية التي يقدمها مركز الملك سلمان للنازحين والمجتمع المضيف في مناطق استنوائية حارة وتشهد ارتفاعا بنسبة ملوحة المياه اليوفية يأتي تدشين محطتي تحلية المياه ضمن أنشطة خدمية متعددة في المشروع في مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة وقال الدكتور عبد الرحمن خرد رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة أطيبة لتمية الشريك المنفذ لمشاريع المركز أن ما تم تدشينه يأتي استكمالا لما تم في السنوات الماضية من مشاريع وأنشطة للإمداد المائي والإصحاح البيئي والصحة للتخفيف من معاناة النازحين والسكان وتوفير المياه الصالحة للشرب وتقليل من الأمراض التي كانت منتشرة في أوساط النازحين والمجتمع المضيف ترجمة نانسي قنقر